وكمان انتم عارفين ظروف الاصابات الكتيرة جدا اللي بتضرب قائمة الاهلي لكنه النهاردة مع القيد الافريقي الاخير قبل غلق المركاتو الشتوي الاهلي سجل اتنين لعيبة لدعم القائمة الافريقية المكانين اللي كانوا فاضين رامي ربيعة ومحمود وحيد علشان يستكمل الاهلي قائمته الافريقية اللي بياخد بيها بقية المشوار حتى النهاية باذن الله القائمة دلوقتي اللي فيها اللي اضيف لها رامي ربيعة ومحمود وحيد فيها محمد الشناوي وفيها شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي واحمد فتحي ومحمد هاني وسليف كلبالي خرج وسعد سمير ومحمد نجيب وايمن اشرف وعلي معلول وحسام عشور وعمر السلية وهشام محمد وميدو جابر خرج واسلام محارب ومحمد شريف وكريم ندفد واحمد حمودي وناصر ماهر ووليد سليمان وصلاح محسن ومروان محسن ووليد ازار ورمضان صبحي وياسر ابراهيم وحسن الشحات وحمد فتحي وجونير اجا يه وطبعا اضيف اليوم رامي ربيعة ومحمود وحيد لكن يمكن اللافت جدا بعد كل الجدل اللي حضراتكو اثرتوه انه الاقي النهاردة او منذ لحظات قليلة قبل ما نطلع هوا مباشرة صالح جمعة النجم الكبير ولعب الوسط صنع الالعاب المميز جدا بمجرد ما اعلن عن عدم قيده في القائمة الافريقية الناس كلها انتظرت بقى رد فعل عنيف لصالح جمعة وهيعمل ايه صالح جمعة شوفوا صالح جمعة بالوعي اللي هو عليه وبالرغبة اللي هو يستعيد فيها قيمته ومكانته واهميته كصنع الالعاب كبير بيقول قرار لن يؤثر على مدى الجدية في الالتزام ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة ان شاء الله وانا صالح كمان في تغريدة له ننافس في اكثر من ثلاث بطولات الاهل يحتاج جميع لعابين خلال الفترة القادمة كل الدعم للعابين المتواجدين في القائمة الافريقية وبيقول صالح جمعة هذا الرائع سنقاتل حتى نهاية الموسم انا اعتقد يا عباش موندس منتهى الوعي ومنتهى الجدية من صالح هذا اكثر ما قدمه صالح جمعة منذ انضمامه للنادي الاهلي من جدية تدعو الى التفاؤل رد الفعل ده هو ده اللي بيطمن فعلا ان صالح عازم على ان يقدم موسم سيكون فيه الافضل على مستوى مصر باذن الله شاء الله وكل الدعم لك منه يا صالح اذا ظللت على هذه الروح هو ده اللي احنا مستنينه من لعابين النادي الاهلي الموهبين ومش نهاية المطاف وبين الله تكون موجود مع النادي الاهلي في كل المعتركات المهمة القادمة باذن الله باذن الله